مجيليد لطيف قرارة 120 صفحة لكن الغرض في يقول الذين كتبوا في هذا الباب وهو التفسير بالمأثور طويل كثير جدا منها رسال علمية ومنها بحث مستقلة ومنها أشياء تبعية ومنها ما يتعلق بمناهج المفسرين وعلوم القرآن كثير جدا تشير مأثور قال لكن عندي أي همني ثلاث مسائل محرأة أراد أن يحرر لأهميتها في الباب ولأن ضبطها ينبني على مسائل أخرى فأتى إلى هذه الثلاثة المسائل وهو من مراد بالتفسير بالمأثور وماذا ينطبق عليه وهكذا الكتاب اللطيف نظرات في التفسير بالمأثور من تأليف أخير الحبيب فضيلة شيخ خالد بن عثمان السبت وفقه الله والكتاب من صدرات دار طيبة الخضراء بالاشتراك مع مواسطة العلم والتأصيل النشر وهو ضمن الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومية شوف هذا المجلد اللطيف هو أراد وفقه الله أن يحرر هذه المسائل الثلاثة تحرير مصطلح التفسير بالمأثور ما المراد به لأنه ينبني عليه أشياء ثانية حررة هذه النحية التاريخية بدايات التأليف في التفسير المأثور هذا شيء جلء لطيف لكن أوعب الكلام في الثالث مناهج التأليف في التفسير المأثور التأليف بأبرز العلماء فيها قسمها إلى أقسام وأنواع وعرب بهم وعرب طريقتهم وهو أوسع الأبواب أو أوسع الفشول الكتاب في مجهدين لطيف ميوعين صفحة تقريبا من تأليف أخير الحبيب فضيلة خالد بن عثمان السبت وفقه الله